بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين تلبية لطلب أستاذنا الدكتور حامد عطية إن شاء الله هأعمل رسائل صوتية مجموعة من الرسائل الصوتية نتكلم فيها عن التناسل في الإبل هبدأ بالرسالة الصوتية بتاعت النهاردة رقم واحد هنتكلم فيها مقدمة عن الإبل أو نظرة عامة عن الإبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإبل أو خلق الإبل في صورة الغاشية وتقدم ذكر خلق الإبل على خلق السماوات السبع والجبال والأرض فهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمة خلق الإبل هنبدأ في الأول كده نتكلم على تقسيمات الإبل الإبل بتنشأ من عيلة كبيرة اسمها الفاميلي كاميليدي والفاميلي كاميليدي بتنقسم إلى جزئين الجينوس لاما والجينوس كاميلوس الجينوس لاما دي غالبا بتبع متواجدة في أمريكا الجنوبية وبتنقسم إلى أربع أقسام لاما لاما ولاما الباقة ولاما فيكونا ولاما جواناكو للجينوس كاميلوس دي بتنقسم إلى جزئين أو خسمين اللي هي الجمال ذات السنام الواحد بيسموها الدروميدري كاميل ودي بتتحمل درجات الحرارة العالية وبتتحمل ظروف الصحراء القاسية تمام ودي بتبقى موجودة غالبا في الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية وفي أفريقيا الجمال ذات السنامين بيسموها البكتيريا كاميل ودي عكس الجمال ذات السنام الواحد بتتحمل درجات الحرارة المنخفضة وبتعيش في سفوح أو على سفوح الجبال تمام وبتتمركز في أواسط أسيا لأوا أن فيه تشابه بين الكروموسومات عدد الكروموسومات في الجينوس كاميلوس والجينوس لامة تمام فحصل تزاوج بين السلالتين دول اللي هما بين اللامة وبين الجمل جمعوا سائل منوي من ذكر الجمل وعملوا تلقيح صناعي لأنثى اللامة وغالبا كانت اللامة جواناكو النوع اللامة جواناكو وأنتجوا سلالة جديدة سموها الرامة السلالة الجديدة ديت كانت بتحمل صفات تجمع بين الجمل وبين اللامة فكانت بدون سنام وبدون خف وحجمها كان صغير فده كانت بتشبه اللامة في الصفات ديت تمام ولكن كان الأذن بتاعتها صغيرة والذيل طويل زي الجمل والسلالة دي ما كانتش عقيمة كانت سلالة ممكن تتناسل فيما بينها تمام أيضا لو أن فيه عدد الكروموسومات في الجمل ذات السنام الواحد بتشابه عدد الكروموسومات في الجمل ذات السنامين فأيضا حصل تزاوج بين النوعين دول وكانت تزاوج بين ذكر زو سنامين وأنثى ذات سنام واحد تمام وأنتجوا سلالة جديدة سموها طولو الطولو دول أيضا كانت بتحمل صفات تجمع بين الجمل ذات السنامين والجمل ذات السنام الواحد فكان حجم الطولو كبير جدا ويمتلك سنام واحد أكبر من السنام العادي وأيضا كان بيتميز بالقوة وأيضا ما كانش عقيم فكان فيه تناسل بين سلالة التولو تمام الجمل لو جينا نتكلم على الجمل والصفات اللي ربنا خلقها فيه عشان يقاوم الظروف الصحراوية الصعبة فلو أن الجمل بيتحمل الجوع والعطش ويستطيع أنه يبقى 8 أيام بلا ليهم بلا ماء ولا طعام في بيئة درجة حرارتها 50 درجة مئوية تمام وأيضا لو أن الجمل ممكن يفقد 40% من المياه اللي موجودة في جسمه دون أن يموت أو يتأثر ولكن الإنسان لو فقد 12% من المياه اللي في جسمه ممكن يموت أيضا الجمل ممكن يشرب تلت جسمه في 10 دقائق من المياه يشرب تلت جسمه مياه في 10 دقائق دون أن تتأثر الخلايا بتاعته تمام ولكن الإنسان طبعا لو شرب كمية كبيرة من المياه ممكن يموت أيضا لو كان عطشان وشرب مياه بكمية كبيرة ممكن يحصل تكسير للخلايا بتاعته والخلايا الدم وتنفجر وممكن الإنسان يموت أيضا الجمل بيستطيع أنه يشرب كمية كبيرة جدا من المياه الملحة دون أن تتأثر خلاياه ولا الكلية بتاعته الكلية دي بتعتبر فلتر بتفلتر المياه اللي هي بتدخل لجسم الجمل أيضا الجمل بيتحمل أو يتأقلم مع درجة حرارة الجو المحيطة فإحنا لو قسنا درجة حرارة الجمل الصبح هلاقاها غير الظهر هلاقاها غير آخر النهار هلاقاها غير بالليل فالأمل الجمل بيأقلم درجة الحرارة بتاعت جسمه على حسب درجة الحرارة المحيطة عشان ما يفقدش مياه من جسمه السنان بتاع الجمل طبعا ده يعتبر خمس حجم الجمل وبيستوعب بين 30 ل 50 كيلو من المواد الغذائية المواد الغذائية دي بتكفي الجمل أنه هو يعيش لمدة 30 يوم دون أكلة أو دون طعام الجدار بتاع المعدة بتاع الجمل احنا عارفين طبعا الجدار أو أي جدار نسيج يعني في الإنسان أو في الحيوانات الأخرى بفيه تلات طبقات اللي هي السروزة والميكوزة والمسكولوزة الجمل ليه أربع طبقات وبيزيد عليه اللي هي الفايبروزة طبقة الفايبروزة بتخلي الجمل يستطيع هضم الأشواك والمطات يبقى جدار المعدة في الجمل ليه أربع طبقات وجهازه الهضم قوي يستطيع هضم الأشواك والمطات الأذن بتاعت الجمل من الأصل صغيرة صغيرتان وفيها شعر كثيف الشعر ده بيحميها من الرمال وأيضا بتستطيع أنها تنثني يعني الأذن بتاعت الجمل ممكن الجمل بيتنيها حدش طبعا يقدر يتني ودنه لا الجمل بيقدر يقفل الودن بتاعته يتنيها الجوة كده عشان ايه علشان تقفل فيه طبعا لما يحصل عواصف شديدة بيبقى الرمال قوية جدا وممكن تأثر على الأذن فطبعا الجمل بيروح قفل الودن بتاعته علاوة على أنه فيها شعر كثيف بيحميها أيضا العيون بتاعت الجمل اللي بيلاقي أن العين بيحميها طبقتين من الرموش ليها طبقتين من الرموش بتبقى عاملة زي الايه زي الفخ كده طبعا بتحمي العين من أي رمال الأنف بتاعت الجمل برضو يقدر يقفلها الجمل بتبقى عبارة عن شقين ضيقين كده فهم شعر كثيف وبيقدر الجمل برضو لما تقوم العواصف الشديدة بيقفل المناخير بتاعته أو الأنف تمام الديل بتاعه بيبقى عليه شعر كثيف أيضا وطويل فبيقدر أنه يحمي البرينير ريجون من الرمال الشديدة والعواصف الشديدة أيضا القوائم بتاعت الجمل طويلة بترفع جسمه عن الرمال زي الحرارة العالمة العالية وأيضا بتساعده على خفة الحركة تمام أيضا الخف الخف ده من المعجزات الكبيرة اللي موجودة في الجمل دون غيره من الحيوانات طبعا بيغلفه جلد قوي وأيضا بيتسع الخف عندما يدوس به على الرمال فلا يغوص في الرمال فعشان كده بيسموه صفينة الصحراء الرقبة أيضا طويلة عشان تتناسب مع الأطراف المرتفعة العالية بتساعد الجمل على حمل الأثقال تمام وأيضا الرقبة دية بتساعد الجمل أنه هو ينهض وبتساعد الجمل أيضا أنه هو يطول الأغصان والأوراق في الأشجار المرتفعة في الصحراء تمام؟ أيضا بترفع الرأس اللي فيها المخ وفيها العين وهي الأعضاء المهمة يعني بترفع الرأس فوق مرتفعة عن الرمال وعن الأقزاء اللي موجودة في الصحراء تمام؟ أيضا فيه سبع وسايد الجمل بيتولد بيهم يعني دول مش من خليقة أو مش من طبيعة الصحراء لا ده الجمل لربنا خلق له سبع وسايد بيتولد بيهم سبع وسايد دول متوزعين على جسمه تمام؟ الأماكن اللي هو ما يبرك على الرمال بتبقى هي دي اللي ملامسة للرمال اللي درجة حرارتها عالية جدا فلما يبرك الوسايد دي بتبع طبعا مغلفة بطبقة سميكة بتستطيع أنها تحمي الجمل من درجة الحرارة اللي تتحمل درجة الحرارة العالية تمام؟ كده نبقى خلصنا الجزء الأول أو الرسالة الصوتية الأولى ونتكلم إن شاء الله في الرسالة الصوتية التانية عن البلوغ في الجمال اشتركوا في القناة